اشتركوا في القناة يعني هنلي العالمي الذي يختص بتقييم جوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر بشكل دوري أصدر قائمة بتقييم الجوازات السفر وكما هو متوقع وليس مفاجئا أن يكون جواز العراقي في أسفل قائمة الجوازات المقبولة عالمية يعني من أسوأ الجوازات عالمية هو الأسوأ عربية من بين 4 و 5 بلدان عربية الأسوأ وهو الأسوأ عالميا أيضا حسب التصنيف جاء العراق بالمرتبة 22 عربيا وجاء بالمرتبة 199 عالميا ربما يعني ربما أفغانستان ربما هو يسبق أفغانستان فقط أو الصومال لا أعرف حاملي هذا الجواز من كل دول العالم لأكثر من 200 دولة الآن لا يحق لحامل الجواز العراقي إلا دخول 27 دولة فقط دون تأشيرة دخول مسبقة طبعا كل الناس تتحدث وهذه هي حقيقة أن قوة الجواز تعتمد في الأساس على قوة الدولة قوة الدولة المانحة له يعني قيمة الجواز من قيمة الدولة التي تمنحه ذلك نجد أن الجواز الياباني جواز السويسري جواز الألماني جواز لها قيمة قيمة ومواطنها محترم في كل مكان ولا يستطيعون يقوم وكل دول العالم مفتوحة أمامه ويحترم لكن المواطن العراقي مع الأسف هذا الإنسان البديع رائع مواطن العراقي الذي علم الدنيا الكتابة والزراعة والري وبناء المدن والقوانين هذا الإنسان الرائع مهد الحضارة ابن مهد الحضارة ابن الثروات وابن الخيرات وابن الإنجازات هذا يقف في المطارات ذليلا مشبوها لأن الدولة التي منحته هذا الجواز دولة مشبوهة السلطة التي منحته هذا الجواز سلطة مشبوهة حقيقة وليس الدولة أنا آسف أعتذر يعني مرات أذكر الدولة جزافاً هكذا تأتي يعني هكذا لكن لا توجد دولة الحقيقة العراق بلا دولة هناك سلطة وسلطة باغية ومستبدة لا تنتبه للعراق لا بأفرادها ولا بفكرها ولا بتوجهاتها الحقيقة وهذا التصنيف تصنيف الجواز العراقي هذا ليس بسيطاً يعني البعض ربما اعتبروا ما هذا لا هذا إلى دلالاته دلالاته تؤكد أنه هناك فشل سياسي واقتصادي في هذا البلد الذي يقدم جوازاً ضعيفاً بهذه البريقة اللي المواطن ماله غير محترم خارجياً المواطن العراقي يعاني في كل دول الدنيا يعاني معاناة شديدة عندما تذهب إلى المطارات وترى العراقيين في حالة يرثى لها تعامل كل أجهزة السيطرة في المطارات مع العراقين بشكل مختلف ليس لي أن العراقي مسيء أبداً العراقي أكثر أدباً ما احترامي لكل دول الدنيا نعم أنا عراقي وأحب أهلي وأحب ناسي وأحب بلتي لكن هذا يعني ويجب أن حازي إليهم هذا لأنهم أهلي ولأنهم ناسي ولأنهم أعرف يعني أعرف خواصهم وأعرف صفاتهم والعالم يعرف خواصهم وأصفاتهم من المحبة والخير والطمانينة والطيبة والقدرة على البناء والأعمار هؤلاء هم هذا الشعب العراقي والتضحية والبذل لكن عندما تراقبهم في المطارات في أماكن الخروج ستجدهم فعلاً يعني يحاولون إتلالهم بأي طريقة ليس لأنهم سيئين أبداً بل لأن السلطة التي منحتهم هذه السمات هذه الأوراق هذه الجوازات التي تسمى سلطة سيئة لا تستحق الاحترام فمعاملة المواطن العراقي معكوسة باحترامهم للسلطة هم لا يحترمون هذه السلطة التي منحت هذا الجواز لكن المواطن العراقي هو من يدفع الثمن يعني مشكلة المواطن العراقي من يدفع هذا الثمن في كل مكان لذلك هو عندما يكون مريضاً ويطلب فيزا من دولة يعني يحاول بشدة الطرق للحصول عليه عندما يكون لديه عمل عندما يكون لديه أي شيء لماذا؟ مع أنه دول كثيرة ربما عمرها لا يساوي شيئاً في عمر تاريخ العراق لا يساوي شيئاً لا يحسب إلى أن محترم مواطنيها في كل مكان ولا أحد يستطيع الإساء إليهم بكلمة واحدة يعني المواطنين المواطنين الدول التي جوازاتهم قوية يعاملوهم باحترام بحساسية شديدة لكي لا يساء إليهم لأن هذه دولتها وراءة دولتها تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا ما تعرض أي مواطن بأي إساءة في أي مكان وتعامل المواطنين للآخرين بالمثل نحن يعاملوهم بالإساءة ويمينوهم ولا أحد يقف معهم وهذه هي هذه الحقيقة بلد به فوضى عارمة به فساد من أعلى بلدان الفساد به جرائم كبيرة به إرهاب الأخطر على الصحفين الأخطر على الإعلاميين الأخطر عالميا من بين أكثر البلدان الخمسة في العالم خطرة في العالم هو الأخطر مكان في العالم دولة فاشلة يعني ينطبق عليها فعلا دولة الفشل والخراب هذه دولة الفشل والخراب وهذه سلطة الفشل والخراب هي من تعطي هذا الجواز وهذا الجواز له علاقات بالفساد المستشري في العراق العراق يعني مؤشر الشفافية العالمي مؤشر مدركات الفساد اللي عام 2020 من بين أكثر عشرين دولة فسادة في العالم البعض منهم يفرح في الحكومة وفي هذه السلطات وهذه الأحزاب أن العراق قدم شي تقدم من بين أكثر عشرين دولة فسادة في العالم خراب ودمار وحقوق الأساسية ومنظمة الشفافية العالمية تقول أنه يعني بلد مثل العراق بهذه المرتبة بالمرتبة مئة وستين أو مئة واثنين وستين عالمية من بين مئة وثمانين دولة الناس فيها حقوقهم مهضومة لا يستطيع الحصول عليها مياه الشرب لا يستطيع الحصول عليها الرعاية الصحية لا يستطيع الحصول عليها كهرباء غير مقطع لا يستطيع الحصول عليها فرص العمل البنية التحتية الملائمة وعلى الرغم تحدث على الرغم من كل الاحتجاجات كل الثورة التشرين آخرها ما زالت مستمروا ضد الفساد وضد الخراب وضد هذه السلطة الأحزاب والميليشيات إلا أنه لم تخضع أي سلطة لتحقيق لم يجري تقديم أي قاتل لم يجري تقديم أي فاسد وبالتالي يضحكون على الناس ويستمر العراق بهذا الفشل من فشل إلى فشل فعندما تعدد كل مناحي الحياة ستجد عندما تنظر إلى كل مناحي الحياة ستجد أن الفشل يصاحب كل هذه التفاصيل واحد من هذا جواز السفر العراقي اللي من سنوات هو جواز فاشل كان العراق وهذا ليس محيازا لنظام سابق ملكي جمهوري بغض النظر عن هذا لكن كان الإنسان العراقي بجوازه بهذه الوثيقة الرسمية معترم في كل الدنيا ويدخل كل دول العالم باحترام وبتقدير وبإكبار الآن ذليل مع الأسف الشديد وهو الكريم ابن الكرامة مع الأسف لكن هذه السلطة الباغية السلطة الفاسدة التي تستحق كل هذا الأذلال لكن مع الأسف يعني تنعكس على المواطن المواطن هو الواجهة هو الذي يتعامل مع كل هذه السلطات في المقارات في أماكن الخروج في أماكن الدخول في أماكن برأس هذه الوثائق وبالتالي يتعرض إلى اليهانات مع الأسف الشديد هذا جزء من واقع العراق البائس الخرب الذي يسمونه عراقا جديدا عراقا ديمقراطيا حرا مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة